يغادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مساء اليوم مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الرياض للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح أسيسي في الاجتماع الخاص المنتدى الاقتصادية العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية على مدار يومي 28 وال29 من إبريل الجاري يتضمن جدوى الأعمال رئيس الوزراء إلى جانب حضوره عددا من جلسات المنتدى عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات ويأتي الاجتماع الخاص المنتدى الاقتصادية العالمية تحت شعار التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية ومن المقرر نصديف الاجتماع أكثر من ألف مشارك من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادت رأي والفكر من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية